السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقتنا من برنامج تواصل مع حضراتكم سارة صلاح أسعد وأشرف بالتواصل معيكم من خلال دقيق البرنامج الجميلة واللي أتحتها لنا القناة بكل رحب وسع تحت عنوان جميل تحت عنوان يحمل معاني إنسانية ومعاني رحيمة ومعاني تواصل فيها تفاصيل للحياة تواصل صلة ما بين أطراف تواصل تفاصيل تواصل حياة تواصل حب تواصل رحمة تواصل حزب تواصل ضطف تواصل قوة تواصل ضعف تواصل بكل أنواع تواصل تواصل حتى بتفاصيل الوش تواصل حتى بالقلب تواصل حتى بالإشارة تواصل لإيجاد لغة بين الأفراد اللهم لك الحمد على نعمة التواصل اللي أوجدتها بنا علشان خاطر نعرف نتواصل بيها طب هالي التواصل ده بيكون بس مع أنفسنا إيه أنواع التواصل إمتى بيتواجد التواصل هل الصمت يعتبر تواصل؟ هل الضحك يعتبر تواصل؟ هل الحزن يعتبر تواصل؟ هل الحياة تعتبر تواصل؟ هل الموت وما بعد الموت يعتبر تواصل؟ تواصل معنى كبير جدا قناة مفتوحة بيعبر من خلالها حاجات كتير بيعبر من خلالها أداب بيعبر من خلالها حقوق بيعبر من خلالها وجبات بيعبر من خلالها فضل وأحسان وإذا وجد التواصل لابد من أن تكون له علاقات والعلاقات أنواع كتير أوي من أهم أنواع العلاقات هي علاقتي بخالقي علاقتي بمن صنع هذه الكينونة الذي جعلها أفضل وأحسن تقويم على مستوى الكون كله واللي خلق لي الكون ده كله بالتواصل بتاعه ده علشان خاطر يتواصل معي علشان خاطر يخدمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة وإعمار فيها تفاصيل كتيرة جدا مفروض هي الأولوية الأولى اللي بيندرج تحتها باقي العلاقات علاقة تانية علاقتي مع النفس مدى وضوحي فيها مدى معرفتي بها نقد قوتي نقد ضعفي إيه اللي بعرف أعمله قدراتي إمكانياتي مواهبي تصحيحي لأخطائي مدى عمق علاقتي وتواصولي بنفسي أتيج العلاقة الثالثة علاقتي مع الناس علاقتي مع المحيطين بي علاقتي مع أقرب وأشد علاقة وجدت وهي علاقتي مع أول اتنين أول ما بيفتح عينيه في الحياة ببدأ أشوفهم علاقتي مع والدي والدتي أول اتنين بيستقبلوني في الدنيا أو من يقوم بهذا المقام مقام الرعاية قبل أن يكون مقام التربية الأب والأم مقام بتظهر فيه الخيرية خيركم خيركم لأهله هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم خلى الخير فينا والأفضل فينا هو اللي بيعرف يتعامل مع الديرة القريبة دي ديرة الأب والأم والإخوات والأقارب فيما بعدهم وبعد كده الأدقاء خيرك خيركم لأهله أحسن حاجة تطلع منك هي اللي طلعت للأهل مش أحسن حاجة هي اللي طلعت للناس اللي برا لا خير في من أخرج للناس اللي برا حيات حلوة وما فيش خير ليه في أهل زي ما بيقولوا كده بالمثل اللي مالوش خير في أهله مالوش خير في حد فاللهم جعلنا يا رب يا رب يا رب من أخير الناس في أهلها طيب لو جينا تكلمنا عن الخيرية وعلاقتها بينا وبعمقها تواصلنا ده محتاج درجة ففيه درجات من التواصل بتكون تواصل سطحي وفيه درجات تاني من التواصل بتكون تواصل قوي وفيه درجات أعمق وأعمق بتخلي التواصل وكأنه روح وحدة موجودة في جسدين حتى أحيانا من خلال التواصل بتحصل حاجة ما اسمها التخاطر التخاطر ده لأنه ممكن يكون في بالي حاجة وتوصل للطرف التاني دون أي كلام أو دون أي إشارة من قوة أن الروح متواصلة مع بعضها طيب هل الأب والأم هم اللي بيسبقوا الأول الأولاد في الخيرية ولا العكس صحيح طيب ما تيه نشوف كده إيه مين بالمنطق يسبق مين هل معقولة أن أنا لازم أقدم فروض الولاء والطاعة للوالدين لمجرد أن هم سبقوني أو أن الله سبحانه وتعالى حطلهم حق علي ولا العكس خلينا نقول أن في مقام ما نقدرش أن نحن نتجوز مقام الوالدين وقاد وربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريمة إذن مقام الإحسان إلى الوالدين مقام كبير جدا 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 مقام يكاد يكون بعد التوحيد مباشرة طيب أنا كإنسان كطفل هامل إيه مع المعدلة القوية دي اللي ارتبطت بعبادة طيب تعالوا نبسك كده من ناحية تانية هل الأب والأم متروك دون وجود أي تقويم أو رادع لي كإنسان لا طبع موجود إيه طيب سن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راعي في أهل بيته ومسؤول عنه كله والمرأة في بيت جوزها راعية ومسؤول عن الكل إذن ربنا سبحانه وتعالى حط مسؤولية وأمانة في إيد الأب والأم في كيفية التعامل مع الأطفال إذن أنا اللي هوجد الخيريدي دي بإيدي وبنفسي من البداية أنا اللي هبزل مجهود علشان خاطر ألاقي نتيجة يعني إيه أسرة الأسرة هي عبارة عن كلمة معناها إن في أفراد بيأثر بعضهم البعض يعني هم كده بمثابة يعني إن جايز التعبير جاي من كلمة الأسير اللي هو إيه ناس ناس كده مأسورة بعضها مربوطة ببعضها مربوطة بعضها بقى إيه لا تستطيع أن تنفك تلك الرابطة وأصلا خلى الرابطة دي مربوطة فيما يسمى الرحم ولا رحم كلنا عارفين إن هو متعلق بعرش الرحمن سبحانه وتعالى يعني مش مفكوكة مش مفكوكة إلا من أفسد وإلا من حاول إن هو يقطع العقد المتواصلة مع بعضها وكده أكيد لو تحلت عقدة أو انفرط فرط بيؤثر على باقي أفراد الأسرة أسرة من الأسر أسرة من شدة التواصل أسرة من شدة المصالح المشتركة كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعاية نرجع لميزان التقييم ميزان التقييم بتاعنا وهو الخيري طيب سألنا نفسنا هسأل مقامي فين؟ العقل والمنطق بيقولك أنت اللي هتبذل للمجهود في البداية علشان خاطر تعرف توصل للنتيجة اللي أنت عايزها طب هل كل مجهود هيوصلني للنتيجة؟ وقال ليس للإنسان إلا ما سعى إحنا بنسعى بنحاول بنكتهد إن إحنا نوصل في التربية إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى فيه آية جميلة جدا كل ما عدي عليها في القرآن أحس نفسي إن أنا مش بتكلم أبدا عن الزراعة أنا بحيث نفسي إن أنا فعلا بتكلم عن التربية أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنتوا اللي بتربي بتربوا ولا إحنا اللي بنربي؟ مين اللي بيربي؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي يتولى التربية الله سبحانه وتعالى هو اللي بيوجد لك الأثر بتاع التربية نفس فكرة إن إنت بتاخد دوا أنت بتصور إن الحبية بتاعت الدوا دي اللي أنت بتاخدها هل هي اللي فيها الشفاء؟ هل هي بمجرد توصيلها بمناسبة برنامجنا؟ هل هي بمجرد التوصيل ده للمواد الكيميائية للجسم؟ هيحدث الشفاء؟ لا يحدث الشفاء إلا إذا أذين الله فإذا أذين الله بحدوث الشفاء هنا حدث الشفاء وإذا أذن الله سبحانه وتعالى بحدوث التربية حدثت التربية فالعمل والساعي والمجهود اللي إحنا بنبذله ده المطلوب مننا والتوكل القلبي والربط عليه ده مرتبط بربنا سبحانه وتعالى بفكركم بمثال بسيط على كده سيدنا نوح عليه السلام في حالة الغرق الوقت ده أنا ما بستحضر الفكرة نفسها ركبرت ابني وظلت أربي وبعد تربيته ما فيش أشد على النفس من إني ألاقيه لا يؤمن بالله لا يوجد مصيبة في الدنيا أي مصيبة في الدنيا دعيلك أي ما خلق الله من دائم إلا وجعل له دواء علمه من عليم وجاهله من جاهل لكن مصيبا ما بتيجي في الدين بتبقى فعلا على قلب الأب والأم شديدة فما تيجي تحط نفسك مكان سيدنا نوح عليه السلام وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعافينا أجمعين لأنه بلاء فعلا عظيم ويليغ بمقام النبوة سيدنا نوح عليه السلام موضوع كان صعب عليه جدا قال له يا رب ابني طفان هيغرأ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح هنا في المكان ده بالضبط بنلزم حدود الأدب مع الله سبحانه وتعالى وهنا استغفر سيدنا نوح عليه السلام فعلشان كده بقول إن الإنسان بيبذل قدر المستطاع والنتائج يتولاها الله سبحانه وتعالى وأسأل الله أنه ما حدش أبدا 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 يبتلى في أي عزيز ولا غالي عليه خاصة لو كان الإبن لأن العكس صحيح لو حضراتكم نفتكر بيت الحمد البيت اللي بيكون موجود للأب أو الأم اللي فقد ابنه البيت ده لا يناله إلا من فقد ابنه وحمد الله وصبر على هذا البلاء لأنه بلاء عظيم الله سبحانه وتعالى يقدره للعبد من قوة العلاقة اللي موجودة ما بين الإنسان وابنه لأن العلاقة دي مش علاقة مكتسبة مش علاقة مكتسبة العلاقة دي علاقة روحية ربنا سبحانه وتعالى حطها لي في جوة قلبي خلاني أنا بحب ابني أو بحب بنتي دون أن أبذل مجهود فالحب رزق كان بيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على سيدة عائشة أني رزقت حبها رزقت تعالى كده شوف مثلا بتواصل مع حد معين أو بانتهاء علاقة مع حد معين بتحس احيانا بغصة في قلبك تحس أن أنت موجوع أو لفقد أيا كان نوع لفقد العقل ممكن يستوعد لكن القلب عشان ينتقل من شعور كان متجزر فيه زي كأنك بتزرع زرعة والجزر بتاعها نازل في الأرض من محبة عشان تنتقل من مستوى محبة لمستوى محبة تاني مش بسهولة قل لي الزرار اللي هتدوس عليه فين وندوس عليه لذلك عشان ده كده إحنا مميزين أن إحنا بشر بشريتنا إنسانيتنا تفاعلنا تواصلنا مع اللي حولينا خيريتنا في أن يكون أحسن تواصل موجود هو التواصل اللي موجود مع أولادنا طب بالرعاية ولا بالتربية؟ طب يعني إيه رعاية ويعني إيه تربية؟ الرعاية معناها كل الأمور اللي بيقوم بيها الأب والأم من رعاية وتكفل بالطفل طب ديني مثال كده؟ عندنا الرعاية الأكل والشرب يعتبر رعاية الإنفاق على الولاد يعتبر رعاية حتى الاهتمام بالنظافة الشخصية وإيجاد الملابس والحاجات دي كلها كل ده يعتبر رعاية طب أمال إيه التربية؟ التربية هي تقويم السلوك فن التعامل مع الخطأ فن التعامل في تصحيح الخطأ والمعالجة التربية إن إزاي أخد بإيده وقف بيها على الطريق الصح التربية إزاي أوصل له مشاعر صحيحة صدقة تخرج من القلب للقلب التربية إن إزاي عذرني في وقت ضعفي التربية إزاي أخد بإيده في وقت قوتي التربية إزاي نبقى أسرة متفهمة لبعضها البعض إيه ده؟ هو فيه فرق بين الحب والفهم؟ أه أغلب المشاكل اللي بنواجهها للأسف بنواجهها لإن الأفراد لا تتفهم بعضها مش بنواجه المشاكل علشان خاطر الناس مش بتحبوا بعضها للأسف أحيانا بعض القصور في التفكير بيخلي المشاكل اللي بتحصل ما بيننا على مستوى الكبار أو على مستوى الصغار أو على مستوى تعامل ما بين الكبير والصغير عدم الفهم بالضبط كده هل ديك مثال بسيط قوي سيدنا داود عليه السلام وابنه سيدنا سليمان طبعا سيدنا داود كان ملك نبي ملك وكذلك من بعد سيدنا سليمان عليه السلام اللي اتنين كانوا قاعدين ومعروف أن سيدنا داود كان بيحكم في حاجات كتير بتجيروا مسائل زي فكرة القاضي أنه أسأل في كذا وأسأل في كذا فبعرف إيه المفروض أعمله الفصل فيه المناوشات أو الفصل فيه التخاصم ما بين الأفراد أو المشاكل اللي موجودة فجي دخل رجل بمسألة فسأل فما سأل أغلق الفهم على سيدنا داود واللفظ القرآني يعبر تعبير رائع في منتهى الرواع ففهمناها سليمان ففكرة الفهم معنى كده أن الفهم يختلف عن الحب هل لا توجد علاقة الحب بين سيدنا داود عليه السلام وسيدنا سليمان بالطبع موجود طيب هل العلاقة دي بتقوى بالفهم أكتر ده اللي إن شاء الله بإذن الله اللي هنعرف نقوله بإذن الله مع بعض بعد الفصل وارجع وواصل مع حضراتكم الفرق ما بين الحب والفهم زي ما قلنا كده سيدنا داود ربنا أمر في الوقت ده إن ما ينفعش مش هتفهم مش هتعرف التحل المشكلة اللي جاية لك وخلى مخ وعقل سيدنا سليمان يستوعب الفهم ده في الوقت ده هل ده معناه إن حد أفضل من حد هل ده معناه إن ما وصلوش الفهم ده دون المستوى لا والله حاجة لكن هي أبواب بيفتحها اللي سبحانه وتعالى على إيد حد من عباده علشان خاطر يقدر يكون ليه بصمة في شيء معين وما أزنش الحد تاني لحكمة قد لا يعلم هذه الحكمة أصلا إلا الله سبحانه وتعالى فممكن أكون بحبك جدا ممكن أكون روحي فيك لكن بعمل معك مشاكل كتير ليه بعمل معك مشاكل كتير أنا مش فهم أنت بتقول إيه إذا هو إحنا مش نفس اللغة لا نفس اللغة بس معنا كلمة معينة أنا قد أفهمه بشكل معين أنت تفهمه بشكل تاني خالص ليه لأن هي الحالة المعرفية الجواية ده الفهم الجواية للكلمة دي أنا ممكن أكون فهمة أن فكرة الحب مثلا أم حد يقول لي أنا محتاج حاجة فممكن واحد يفتكرها مساعدة ممكن واحد تاني يفتكرها مال ممكن واحد تالت يكون عنده معنى الاحتياج الأكبر للحب أنت عاويس إيه اللي أنت محتاجه الطفل أما أما بيترني في الأرض عشان خطر محتاج حاجة معينة من بابا ومنط في ناس بتعتبر أن الرمية دي عنات في ناس تانية بتعتبر أن الرمية دي زن في ناس بتعتبر أن الرمية دي دلع إذن الموقف واحد لكن التفسيرات مختلفة قد يكون برضو الكلمة واحدة لكن التفسيرات مختلفة وهنا يبقى بما إن وجهة حب إذن ينبني عليه تواصل وبما إنه ينبني عليه تواصل يبقى إذن لابد من وجود فهم وتفاهم والتفاهم معنى تاني خالص إن أنا إزاي أعرف أحط نفسي مكان اللي قدامي وأعرف هو شايفني إزاي إزاي بحضراتكم كده بتتفضلوا مشكورين شايفيني المفروض إن أنا أحط نفسي زينيا وشوفكم شايفيني إزاي في الوقت ده حعرف أحس بشعوركم في الوقت ده حنعرف نفهم بعض أكتر في الوقت ده حعرف الفرق بين الاختلاف بيني وبينك أما شوف إنت شايف إزاي هقدر أما شوف إنت شايف إزاي هعزر أما شوف إنت شايف إزاي هسامح الكلام ده مش على مستوى صغيرين بس الكلام ده في عالم الكبار وفن طرح الأسئلة اللي بتخلي نوع من التواصل كبير بين الناس أنا ممكن أسألك أما تقول لي كلمة أنت مأثر في حقي تقصد إيه فيه واحد تاني ياخد كلمة أنت مأثر في حقي لا أنا مأثرتش حقي وهنا ياخد موقف الدفاع وقد لأكون أنا محتاجة منك إن أنت تدافع عن نفسك أنا ممكن بقولك أنت مأثر في حقي أنا محتاجة حب أنا محتاجة أن أنت تقرب مني أكتر أنا محتاجة حنان أنا محتاجة رعاية فالرؤية بتاعتي أما اختلفت وخطيت نفسك أنت في موقف الدفاع خلانا على مكتين مختلفتين تماما إيه اللي يوضح إيه اللي يفهم إنه نتكلم نتواصل الوصال اللي بيحصل بيننا وبين بعضنا بيخلي رؤيتنا وحدة وكل أما بتيجي رؤية واحدة مش معناها إن إحنا متفقية عن نفس الرأي بس الرؤية بتكون قريبة من بعض أعرف أفهم أنت بتفهم إيه وأنا بفهم إيه فأعرف أحل المشاكل اللي بتتواجد معادي وهو ده اللي بيحصل مع أطفالنا بس يمكن الموضوع مع الطفل أسهل شوي طفل ده معناه عجينة أنا بشكل العجينة زي ما أنا عايز فتشكلتي للعجينة دي سبحان الله هلاقيه متفق تماماً مع فكرة إن ده اللي هيبقى لي بعد كده أصلاً الولد أو الطفل ما هو إلا عمل الممدود يعني قطال الله أعمركوا كلكوا بإذن الله وجعلها فيها بركة أي ولد هو امتداد للعمل بتاعي ليه؟ لأن أنا اللي صنعت التشكيلة دي أنا اللي شكلت التشكيلة دي أنا اللي حطيت فيه القيم والأفكار والعادات والتقاليد وقبلها الدين أنا اللي اديته كل ده فإني كوني إن أنا أديله كل ده وسواء بقى بخيره أو بشره ولا يقع في ميزاني دي كده يعني 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 ما أدرش إن أنا أستوعب إن ده يعني مش طبيعي حسن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن يخليلي ولد صالح مش أي ولد ولد صالح يدعو له فاكرين الولد بتاع الخيرية فاكرين اللي إحنا أوجدنا معاه علاقة تواصل رحيمة علاقة تواصل قوية علاقة تواصل فيها إحسان علاقة تواصل فيها تفاهم وفاهم قبل أن يكون فيها المحبة المحبة ما فيهاش كلام المحبة دي أول حاجة أوجدها ربنا سبحانه وتعالى في العلاقة أصلا ما بينه وبين عباده ربنا بيقود يا أيها الذين أمانوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونا إيه جمال ده يعني لو كله ميشي وجاب غيرنا هيحبوه وهو اللي بيحب الأول ويحبونا وبالتالي أوجب موجود ما بيننا علاقة الحب وكانت أقوى علاقة موجودة هي العلاقة اللي موجودة ما بين الأب والأم لولدهم نرجع للرعاية والتربية ونرجع لتقويم السلوك ونرجع لفكرة الخطأ طب إيه اللي بيخلي الناس تبقى قاعدة بتشدوا شعرها من كتر المشاكل اللي بتحصل من ولده ببساطة كده طبيعة الحياة وجود المشاكل المشاكل جزء لا يتجزد من الحياة خلينا نقول إن لو أنا عندي أميشة والأميش عبارة عن مجموعة من الخيوط والخيوط دي خيط اسمه فرح وخيط اسمه حزن وخيط اسمه ألم وخيط تاني اسمه مشاكل وخيط تاني اسمه تحديات كل الخيوط دي مع بعضها كونتني نسيج النسيج دا لو فكرت إن انت تيجي تقول لي إن الحياة ما فيهاش ألم أو أنا عايز حياة بدون ألم أو حياة بدون مشاكل تعالي هقولك شيل كل خيط معبر عن الحاجة اللي أنت عايز تشيلها مش عايز حزن شيل حزن مش عايز الألم شيل الألم هتفاجأ إن النسيج انفكموا بعضه هتفاجأ إن النسيج باز ليه؟ لأن دي سنة الكون سنة الكون زي ما فيها نور سنة الكون إن فيها ضلمة سنة الكون اللي خلقنا فيها ربنا زي ما فيه شمس زي ما فيه أمر زي ما فيه النهار الواضح اللي إحنا بنتعلم منه حاجات كتير وبنقابل بعضه بيكون فيه تواصل شديد في الحياة والليل بسكونه وهدوءه وضلمته أنا بتعلم حاجات من البشر أو من نفسي أو من الكون في النهار وبتعلم حاجات من نفسي ومن البشر ومن الكون في الليل يبقى إزاي الليل اللي مناسب لطبيعة المشاكل أتعامل معاه على إني مش قابله طب وإزاي ما قبلوش وإزاي ما تعلمسي من مشكلة معدية علي فكرة المشكلة ما هي إلا معادلة رياضية معدية عليك حاول إن أنت تتعلم منها أكبر ما يمكن والضخل والليل إذا سجأ ما ودعك ربك وما قل وقتين أقسم بيهم ربنا سبحانه وتعالى فيهم كمية من المشاعر الإنسانية جميلة الضحة دا اللي هو وقت النهار بس وقت بتكون الشمس فيه مش بتحرق والليل إذا سجأ بداية الليل اللي بتكون بداية المغرب كده بمشاعره بالسماء وصفاقها وجمالها وقتين فيهم بيدعبوا الروح بتاعتنا فإزاي إحنا مع المعاني الجميلة دي ربنا بعد وقال لي ما وتعك ربك وما قال أنا ما سبتكش أنا ما كرهتكش مع النور اللي إنت بتعدي بيه ومع الضلمة اللي إنت بتعدي بيها أنا موجود إنت بتتعلم وتواصلك معي القوي موجود لكن ما تنسنيش في أي علاقة فيها التواصل طب إزاي الكلام ده؟ هدرب لك مثال أي علاقة التواصل خطي لها المسلس ده فيه طرف على اليمين وفيه طرف على الشمال والله سبحانه وتعالى بيعلو العلاقة كلها يعني إيه؟ يعني أنا ما أجي أتكلم مع حد قبل ما أوجه كلمي ديك مباشرة هعدي على مخي كده هل ده ربنا يرضاه؟ هل لو لو النبي صلى الله عليه وسلم قاعد جنبي الكلام اللي أنا بقوله ده يحبه؟ هل ينفع أن أنا أقوله؟ طب ما وإيه المشكلة؟ ابني وباربيه ابني وباربيه؟ قبل ما يكون ابنك وبتربيه في حاجة مهمة جدا 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 كانت يمكن في بداية الأمور التربية خاصة اللي هي في البداية كانت الناس حيانا من حوالي حتى من حيانا مقربين استغربوا هنا التصرف ده يعني كنت بلايك تعليق ده كتير وهيك التعامل بتاعك ده ده طبيعي ده التعامل الطبيعي اللي بتعامليه للأطفال وعايز أقول لكم أنه كان ممكن طفل ثلاث سنين طفل تاني خمس سنين بس كنت قد إيه بشعر أني معي أمانة أني معي إنسان تاني أنا 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 بقدم لهذا الكون كائن تاني مش عشان خطر بصلحتي بس واللي هستثمر في نفسي فيه اللي هو أن أنا لابني وما يعود علي من ابني لا 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 ولا عشان خطر بحبه بس المجتمع أنا بقدم للكون إنسان يعبد الله بكينونة تانية بقوة تانية بمقومات تانية بمواهب بقوة بضعف بعناصر جديدة مختلفة عني أنا نفسي بستكشفه يعني أنا حسيت إن الإبني اللي معايا ده بستكشفه فعلا بستكشفه بشوف إيه اللي ربنا حطله فيه ومش محطوط فيه بشوف إزاي تنمى إزاي نعدي نقاط الضعف اللي موجودة ونحاول نوصل بيها لنقاط قوة ونقاط الضعف اللي مش حعرف أتعامل معاها إزاي إن أنا أقدر أحجمها أو أقضيها عنده نقطة معينة فكان كلامي دايما معاهم كأني نفسيا بإحساس الكبير المال والبنون زينة طول حياة الدنيا تكلمنا عن المشاكل اتكلمنا إن المشاكل من طبيعة الحياة وإن إن شاء الله بإذن الله يكون في الحلقات اللي جاية وإحنا مع بعن يمن نستقبل بقى المكالمات التليفونية إن شاء الله بإذن الله ونحاول مع واحدة كده بالراخة وبرضو من خلال صفحة سارة صلاح على الفيسبوك سوشيال ميديا فمن خلال التواصلات دي كلها ومن خلال البرنامج إن شاء الله نقدر نحاول نوصل لأحسن صورة ممكنة فينا يبقى بداية بقبل إن المشاكل هي جزء لا يتجزأ من الحياة طب أمال بقى إزاي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا طب أنت متقدر ليه طب زعلان من عيالك ليه طب حاسس بمشاكل منهم ليه نتشيفش لسه إليلي إن ده واقع الحياة فعلا هو واقع من من الحياة وجزء لا يتجزأ منها ولا ينفي إن وجود زينة يعني الأصل إيه الأصل تخيل كده معي أنا كلما أفتكر كلمة زينة زينة الحياة الدنيا يعني أولادي دول زينة الحياة أولادي دول زينة الحياة يعني تخيل لما بعلق حاجة كده فكي ينزين زينة رمضان والزينة اللي بتتعلق ومدى البهجة اللي بتحققها لي فتخيل أما ربنا سبحانه وتعالى يقول على أولادنا إن هم زينة فإذن يعني لا هم بهجة الحياة هم نعمة للحياة ما شاء الله اللهم قدمها علي طب أنا بتحصل لي مشاكل ليه بتحصل لي مشاكل غير إن هي الواقع ممكن تكون بسبب سوء التواصل الذي يحدث مع الأبناء لا شك في الحب ولكن هناك فجوة نتيجة سوء التواصل نتيجة إن أنا متعلمتش إزاي أربي طب هو ينفع التربية إن أنا أتعلمها طبعا أنا لازم أتعلم سواء بتعلم عن طريق إن أنا بقرأ سواء بتعلم عن طريق إن أنا بشوف برنامج تلفزيوني أو بتبع على على أي مصدر من مصادر السوشيال ميديا سواء إن أنا بتعلم من خلال خبرات سابقة لآخرين وشكل التعلم بتاعي ده هيكون شكله إيه؟ هل شكل التعلم بتاعي مجرد زخم أو معرفة بزيادة معلومات 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 عما لا تدخل واجي أقول أنا حضرت كورس كذا وحضرت دورة كذا وفي الآخر هو الكلام ما بيتعملش وفيه النوع تاني ييجي يقولك أنا هشرح لك الطريقة بالزبط اللي هتعرف تعمل بيها تربية ولادك وفيه واحد تاني ييجي يقولك أنا هاخد بإيدك وأوريك في المكان ده بنعمل كذا وفي المكان ده بنعمل كذا واتمنى إن شاء الله بإذن الله إن يكون النوع الثالث موجود معانا من خلال برنامجنا تواصل زينة الحياة الدنيا محتاجة فعلا تواصل حقيقي من القلب محتاجة فعلا تعامل صادق يخرج من القلب إلى قلوب أولادنا التعامل الصادق ده ما يكيش إلا بنية صادقة قوية نقدر نوصل من خلالها الحب والفهم لأولادنا فعلا سبحان الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا طب عايزة ربي أنا هاربي إزاي إزاي أوجد علاقة سوية ما بيني وما بين أولادي إزاي زي ما بتعلم الفن القيادة أو بتعلم زي إن أنا وباخد شهادة من تعليمي ومذاكرتي لمدة عدد من السنوات وباخد شهادة لإن حد علمني السواقة أنا المفروض إن أنا أخد شهادة مقصودش بيها شهادة تعليمية قد ما أنا أقصد بيها إن يكون مصرح لي إني أتحمل أمام نفسي على الأقل إني أتحمل المسئولية دي تحمل مسئولية التربية قبل ما أقدم الخطوة على الجواز يكون عندي رؤية وهدف أنا هستثمر إزاي في الطفلة لا أنا هجيبه ده من بداية اختيار الأم يعني أنا المسئولية على الرجل في البداية أو المرأة في البداية في بداية الاختيار إحنا بنختار بعض إزاي وعلى أساس إيه أفكارنا مع بعض الحب وحده لا يكفي الحب وحده لا يكفي في حب وفي تفهم وفهم وإيه الطريقة اللي هنعرف نعالف بيها أخطاء الولاد وإيه الطريقة اللي نعرف نتجاوز فيها علاقاتي أنا وإنتي كأب وأم وكزوج وزوجة علشان خاطر أعرف بعد كده أمرر التواصل بتاعي للولاد تخيل بيت يعني أكيد بيوت مختلفة لو دخلنا بيت ولقنا بيت الأب لو قال كلمة وحشة والأم ما ردتش عليه هل هو يتساوى ببيت بيعذر بعضه البعض وبيعتذر بعدما بيقول كلام حاجة مش كويسة أو الأم عملت كده هل ده يساوي بيت بيمدي إيدهم فيه على بعض لقدر الله هل ده يساوي بيت يملأه السباب واللعن هل ده يساوي بيت كله محوط على بعضه وبيجي ليحكي تفاصيل يومه وبيجي يحكي من جوه قلبه ويعتبر البيت أكثر صداقة لي من بره وأكثر حماية لي من بره بحيث أن أنا أخلي فيه وقاية قبل ما يكون فيه عليك إزاي بشوف ابني إزاي بشوف بنتي إيه الندارات اللي أنا بشوف فيها أولادي لو أنا حطت ندارة إن أنا ندارة النقط إنت كذا إنت مهمل إنت فاشل إنت مش ناجح ولا أنا هحط النحية التانية رفق هحط الاحترام هحط الإنسانية أي ندارة فيهم هشوف فيها أولادي الأخطاء الجسيمة خليها قاعدة كده معنا الأخطاء الجسيمة لا تعالج إلا بالرفق والحزن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة يا عائشة ارفقي فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرة أدخل عليهم الرفق ربنا لو عايز ببيت من البيوت يحصل فيه خير وياخد الخيرية اللي قلنا عليها لازم يدخل فيه الرفق البيت اللي ما فيهوش رفق والرفق مش دلع وإن شاء الله بإذن الله هنتفرد بإذن الله في الحلقة الجاية عن فرق بين الرفق والحزن وكيفية التواصل من خلال القنوات دي والعين دي وفي الآخر أنا هقول لكم كلمة جميلة قالهن سيدنا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وراضي عنه إن من أحب الأمور إلى الله القصد في الجدة يعني في الجد والعفو في المقدرة يكون عندي القدرة على العفو أنا قادر والرفق في الولاية أما بتولى على حاجة بكون رفيق بيها وما رفق عبد بعبد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة سعيدة وشرفت بالدقائق اللي فاتت مع حضراتكم وأتمنى إن شاء الله إن ربنا يجمعنا بتواصل أكثر وأكثر من قلبي لقلوبكم طبتم وطبا ممشاكم وكانت معكم بصر صلاح وشوفكم على خير إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة